حكيم زياش، لاعب المنتخب المغربي، أعلن يوم الأربعة الثالث عشر من سبتمبر 2023 عن نيته التبرع بإيرادات مطعمه لدعم ضحايا زلزال الحوزي. وقام زياش بنشر رابط التبرع وتفاصيل مشروعه على حسابه في إنستغرام. وفي بيان من مطعمه في لندن، أعلن أن جميع إيرادات وجبة تاكو الإفطار خلال نهاية الأسبوع ستذهب لصالح المتضررين من الزلزال. كما سيقدم زياش تبرعا شخصيا وسينظم حدثا لجمع التبرعات مع عائلته وأصدقائه. يشار إلى أن زياش لم يشارك في المباراة الودية أمام منتخب بوركينافاس في لانس الفرنسية يوم الثلاثاء الثاني عشر من سبتمبر 2023. ترجمة نانسي قنقر